موسيقى منصة إنجازات شباب عمان هي منصة عمانية مهتمة بتوثيق الإنجازات العمانية التي حققها شبابنا على الصعيد الخارج وقد تمثلت أولى مشاريعنا في عام 2017 وذلك من خلال تدشيلنا للكتاب إنجازات شباب عمان هذا الكتاب الذي ضم ما بين صفحاته 654 مواطن حققوا أكثر من 1500 إنجاز وذلك خلال عام 2013 و2014 موزعين على 11 فصلا الفصول العلمية والفصل الثقافي والرياضي والمؤسسي والعسكري هذا الكتاب ولله الحمد أخذ منه جهد ما يقارب عامين منصف من الجد والإجتهاد بعد التواصل مع أكثر من 800 مواطن في عام 2017 جاءت فكرة تحويل منظومة العمل وذلك بتحويل الفريق من فريق تطوعي إلى مؤسسة شبابية ولله الحمد حالياً هناك عدد من الشباب المبدعين والملهمين الذين يقومون بحصر وتوثيق هذه الإنجازات التي حققها شباباً على الصعيد الخارج ومن هذا المنطلق وضعنا خطة خمسية الخطة الخمسية اللولة بدأت في عام 2016 واستمرت إلى عام 2020 وحققنا حقيقة من خلالها عدد من الأهداف التي نفقى بها أولها تنشي كتاب إنجازات شباب عمان ومن ثم قمنا بتأسيس فريق ملهمون من عمان الذي يهدف إلى تصليط الضوء على أخواننا وأخواتنا من فئة دول العاقة وأصحاب الإنجازات المتميزة في هذه الفئة كذلك قمنا بتأسيس قاعدة البيانات هذه القاعدة التي تضم بيانات ما يقارب ألفين مواطن عماني من الأشخاص العمانيين المتميزين ولله الحمد هناك عديد من المؤسسات التي كانت على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الدولي استفادت من هذه البيانات المتوفرة لديها كذلك من خلال هذه الخطة الخمسية اللولة وضعنا للبن الأساسية نحو تأسيس الموقع الإلكتروني الموقع الإلكتروني الذي سيرشف إنجازات الشبيب الرومانية وسيأخذ بأيديه إن شاء الله من المحلية إلى العالمية الموقع الإلكتروني في مرحلته اللولة سيأخذ في مواطن روماني ونهدف إن شاء الله ونسعى إلى ترجمة هذا الموقع بإذن الله تعالى كذلك هذا الموقع إن شاء الله سيضم عدد من الإنجازات التاريخية لشخصيات تاريخية لأعداد تاريخية مرت بها السلطنة على مرة العصورة فريق ملهمون من عمان أنبثق هذا الفريق من منصة إنجازات شباب عمان في العام 2018 يهدف إلى تسليط الضوء على الشباب الناجحين من فيه ذو الإعاقة وأصحاب الإنجازات المشرفة إلهام المجتمع العماني بقصص ذو الإعاقة وعبار استحدياتهم ونقاحاتهم تأسيس منصة إلكترونية تعنا بقصص الأشخاص المنجزين من فيه ذو الإعاقة رؤيتنا أن نكون المنصة الأولى والمرقع الأساسي لإلهام المجتمع العماني بقصص ذو الإعاقة رسالتنا نسأل إلى توثيق إنجازات الشباب العماني من فيه ذو الإعاقة وإلهام المجتمع بقصصهم وصناعة قدوات ملهمة في المجتمع العماني من أهم أعمال الفريق تدشين كتاب ملهمون من عمان في معرفة الكتاب وهو يحكي قصص ثلاثين شخصية منجزة وملهمة من ذو الإعاقة حققت إنجازات عالمية وأقليمية ومحلية في مختلف المقالة المقالة الفني والعلمي والثقافي والرياضي أيضا قمنا بتوزيع هذا الكتاب على مدارس السلطنة وبعض القامعة ومن أبرز عمال الفريق في الفترة القادمة إطلاق بودكاست ملهمون من عمان وهذا البودكاست يحكي قصص هؤلاء الأشخاص بطريقة مبتكرة ومشوقة كذلك قلسات ملهمون من عمان من خلال هذه الجلسات يحكوها أولاء الأشخاص بصصهم من طريقة تفاعلية للمجتمع كذلك من أبرز عمال الفريق وقريط ملهمون من عمان وهذا البودكاست هو إهداء من فئة دول العاقة إلى الملهم الأول حضرت صاحب البيعالة السلطان حيث من طرف حفظه الله وراءه تعبيرا عن شكرنا وتقديرنا له اهتمامه بفئة دول العاقة نهدف إن شاء الله من خلال هذه الخطة إلى تجشين إصدارين من كتاب الجازات شباب أمان إضافة إلى تجشين إصدارين من كتاب والهموم من أمان ونسعى كذلك إلى تجشين الموقع الإلكتروني وهم البرامج التي نعمل عليها هناك ثلاث برامج البرنامج الأول مهتم بفئة طلبة المدارس أما البرنامج الثاني فهو مهتم بفئة الباحثين والبرنامج الثالث مهتم بدعم ورعاية المواهد بمسمى أبطال أمان وقد جاء هذا البرنامج من منطلق حرص جرانة السلطان هيثم بالطارق المعطم على رعاية ودعم المواهد وتوجيه هذه الكريمة السامية في هذا المجال ففي عام 2019 تم تجشين البرنامج بشكل تجريبي وذلك من خلال رعايتنا للبطن شهاب الحبسي في مدة ثلاثة شهر ولله الحمد خلال مدة ثلاثة شهر حققنا نتائج كانت رائعة ومبشرة وبعون من الله في هذه السنة سنقول كذلك بالإشراف على إدارة أمان المتسابق نفسه ورواس شهاب الحبسي ومن ثم انتقلنا إلى المجال الثقافي وحاليا نحن مشرفون على إدارة أعمال الخطاط والمزخرف والمذهبة أموار العسنية في المجال الثقافي والفني طبعا البرنامج هذا أهم الأسس التي قائم عليها هو الإشراف على الموهبة إعلاميا وفنيا وقانونيا وماليا وتسويقيا بإذن الله نهدف من خلال هذه المنصة إلى حصر وتوثيق الإنجازات للأجيال القادمة بصورة مشرفة حيث قمنا ولله الحمد بتوثيق أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة إنجاز خارجي نفخر في إنجازات بأننا قمنا بتسليط الضوء على أكثر من ألفين منجز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أننا قمنا بتدريب 25 شاب وشابة من المنجزين ونفخر أيضا بمساهمتنا لنشر المعرفة لطلاب المدارس من خلال توزيع كتاب إنجازات شباب عمان على جميع مدارس السلطنة والجميل في الأمر أن بعض المدارس اعتمدت هذا الكتاب كفقرة صباحية في الطابور لإلهام الطلبة منصة إنجازات عمان جاءت من الشباب ولأيك الشباب ونفخر بأننا على مدار ست سنوات قمنا بتوثيق هذه الإنجازات المشرفة بعد أكثر من ستين ألف ساعة عمل من أجل عمان وشباب عمان ولازلنا في بداية المشروع إنجاز عمان مؤسسة غير ربحية تعمل على إلهام الشباب وإعدادهم لسوق العمل إلى جانب تعزيز المعرفة المالية لديهم وتأهيل الشباب لدخول إلى عالم ريادة الأعمال إنجاز عمان هي مؤسسة غير ربحية تسعى لتمكين الشباب وعدادهم العداد الأمثل لدخول سوق العمل بثقة من خلال حزمة من البرامج التفاعلية التي نقدمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات بالإضافة إلى برامج تم استحداثها مؤخرا للشباب الباحثين عن عمل الفكرة هي أن نكسبهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة إنجاز هي أيضا جزء من مؤسسة عالمية اسمها Junior Achievements Worldwide تم تصنيفها كمؤسسة رائدة تعليميا من قبل جامعة هارفرد هي تعمل في أكثر من 120 دولة حول العالم وأكثر من 10 ملايين شاب وشابة يستفيدون من برامجها بشكل سنوي البرامج في إنجاز عمان تندرك تحت ثلاث مقالات رئيسية اللي هم مقال ريالة الأعمال الثقافة المالية والجاهزية لسوق العمل طبعا يتم اختيار البرامج في كل عام دراسي على دراسة نقوم فيها الدراسة هذه طبعا تحدد البرامج اللي يحتاجها السوق العماني ويحتاجوها طلاب سواء كانوا في مقاعد المدرسة أو في القامعات طبعا من بعد ما يتم اختيار البرامج هذه يتم تطبيقها من خلال متطوعين من قطاع الخاص طبعا المتطوعين هذه يتم تدريبهم على كيفية تقديم البرامج هذه فالحمد لله استطاعنا خلال السنوات الماضية تقديم أكثر من 15 برنامج متنوعة بين المقالات السلاثة هذه برنامج الشركة هو من أهم وأبرز برامج إنجاز عمان البرنامج هذا يتيح للطلب المشاركين الفرصة لتأسيس شركات حقيقية البرنامج يبتدي بفكرة ومن ثم الفكرة هذه تطور خلال مراحل البرنامج إلى منتج أو خدمة ومن ثم يتم بيع هذا المنتج يتم تطبيق المرحلة النهائية وهي مرحلة المسابقة خلال هذه الفترة يتم التعاون مع متطوعين من القطاع الخاص والفكرة هنا أنه ننقل المادة التعليمية للطلبة بالإضافة إلى التجربة العملية للعمل في القطاع الخاص فعلى نهاية البرنامج الطلبة يدخل فيه مسابقة وأفضل شركة طلابية تتنافس على المستوى الإقليمي وتمثل السلطنة فيها نحن سعداء وفخورين جدا بما تم إنجازه خلال الثلاث السنوات الماضية الشركات الطلابية الممثلة للسلطنة كانت تفوز بأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي لثلاث سنوات على التوالي في ظل الظروف الحالية طبعا قمنا باستحداث الكثير من البرامج اللي تعنى بالشباب العماني طبعا قمنا بعقد شراكات مع الكثير من الشركات العالمية من أقل كساب الشباب العماني المهارات الأساسية في ظل الأزمة الحالية طبعا من أهم البرامج ومن أهم الشراكات اللي أكيد نفخر فيها اليوم نحن في إنجاز عمان اللي هي علاقتنا مع شركة جوجل العالمية من أقل تقديم برنامج مهارات من جوجل البرنامج طبعا يعتبر الأضخم والأكبر في مجال التسويق في الوطن العربي وطبعا أكيد نحن اليوم فخورين أن اليوم مصلنا أكثر من عشرة آلاف مستفيد من البرنامج في السلطنة طبعا أيضا من البرامج الأخرى اللي قمنا بالتعاون فيها مع شركة ساب العالمية في من أقل تقديم برامج في البرمجة من خلال برنامج سكراتش المعني بتعليم المرب للبرمجة للأطفال أيضا عقمنا بالعمل شراكة مع برنامج ستيم فور كيتس البرنامج طبعا يعلم الفيزياء والكيميا والعلوم للأطفال نطمح إن شاء الله في السنوات القادمة نتكون عندنا شراكات أكبر مع الشركات سواء كانت المحلية والعالمية من أقل أكيد تهم الشباب العماني وتكسبهم مهارات أساسية للدخول في سوق العمل شهدت المؤسسة نقلة نوعية خلال خمس سنوات الماضية وعلى الرغم من التحديات والصعوبات اللي واجهتنا بسبب أزمة كورونا إلا أنه قدرنا نوصل لعداد أكبر من الطلبة مختلف محافظات السلطنة قبل خمس سنوات كان عداد المستفيدين ما يتجاوز الخمسة آلاف شاب وشابة اليوم وهذه السنة قدرنا نوصل لأكثر من أربعين ألف شاب وشابة وقدر أنهم يستفيدوا من برامجنا بالنسبة للمتطوعين كانت أعدادهم ما تتجاوز المئة وخمسين متطوع اليوم العدد هذا يتجاوز الخمسمائة متطوع من العاملين في القطاع الخاص بالنسبة للبرامج هي أيضا يعني زادت أول ما كنا نقدم أو كنا نقدم في حدود الأربع برامج اليوم صرنا نقدم أكثر من خمسة عشر برنامج في مجالات مختلفة أما بالنسبة لبرنامج الشركة فقدر هذا البرنامج أنه يسهم في خلق أكثر من ثلاث مئة وخمسين فرصة عمل للشباب بالإضافة إلى أنه أكثر من أربع وثمانين شركة طلابية أصبحت مسجلة وقائمة في سوق العمل نحن جدا فخورين وسعداء باللي تم تحقيقه في السنوات الماضية وأيضا نطمح ونسعى لتقديم الأفضل في فترات القادمة بإذن الله موسيقى